اشتركوا في القناة تشديد العقوبات على الاتجار بالعملات الأجنبية والترويج للجماعات الإرهابية إلى صحيفة الجمهورية التي كتبت في صفحتها الأولى وزير الرأي قادرون على تعامل مع سد النهضة وحماية حقوقنا المائية تكنولوجيا حديثة لتحلية مياه البحر والأبار والترشيد ضرورة أمريكا ترحب بالأفكار المصرية لدفع المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وروسيا تعرض المساعدة ونتابع من عنوين المصر اليوم اليوم مواجهة بين نواب والشربين في غش الثانوية غلقوا أحد عشر مركزا للدروس الخصوصية بالجيزة اجتماعة مكثفة بالبترول لمتابعة كشف بلطيم وزير التموين ينفي إلغاء سلع نقاط الخبز نطالع من صحيفة الشروق والي تسعة ملايين مواطن يستفيدون من قرار زيادة المعاشات التأمينية عشر في المائة محلب استرداد أراضي الدولة لا يتم بهدم مباني أو بخالع زراعات هدفنا استرداد حق الدولة واستثمار ثرواتها من الأراضي بدلا من تركها في أيدي المتربحين في ابتتاحيتها أشدت صحيفة الأهرم بقرار الرئيس الجمهورية بالموافقة على زيادة المعاشات التأمينية إلى عشر في المائة اعتبارا من شهر يوليو المقبل وقالت قرار الرئيس بالموافقة على مقترح وزارة التضمن الاجتماعي بزيادة جميع المعاشات التأمينية بنسبة عشر في المائة اعتبارا من يوليو المقبل أثلق صدور جميع المصريين كما جاء بردا وسلاما على نحو تسعة ملايين مواطن القرار يؤكد حرص القيادة السياسية على توفير الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات كما يأتي في إطار اهتمام الدولة برفع الأعباء عن كاهلهم وتحسين أحوالهم المعاشية وسعيها لتوفير الخدمات الأساسية من تعليم وصحة إلى جانب توفير فرص العمل المناسبة لهم وفي مقال لها لفتت صحيفة اليوم السابع إلى أبطال مصر الحقيقيين من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يبذلون يوميا الروح والدم فداء للوطن ودفاعا عنه ضد أعداء الداخل والخارج وتابعت بطولات حقيقية يسطرها هؤلاء الأبطال المتفانون نحن ننتظر مدفع الإفتار وهم ينتظرون لهيب الهون يهجمون حينا ويدفعون حينا يكرون ويفرون ويعشون أجواء الحرب دون أن نسمع لهم ضقيقا ودون أن يطالبوننا بشيء يذكر لا يتجرون بشجاعتهم ولا يعنون علينا بما فعلوا يتفانون في عملهم فإن أصابوا ظفروا بالحياة وإن لم يوفقوا أحاط بهم الموت وليس لهم أمل في الحياة سوى أن يذفروا بساعة يحتضنون فيها أبناءهم وأصورهم وهم سالمون هؤلاء هم أبطال مصر الحقيقيون وإلى الصحف العربية ونبدأ من صحفة الشرق الأوسط الأمم المتحدة تعتبر إغلاق الأراضي الفلسطينية عقبا جماعيا وفرنسا تحذر من مخاطر التصعيد سعد الحريري حزب الله يعرق الانتخاب رئيس بطلب من إيران ونعمل على ترميم العلاقات مع الدول العربية ميليشيات الحوثي وصالح تواصل تعزيزتها العسكرية وقصفها العشوائي لمحافظة تعز وحصارها نتابع من البيان الإمارتية قوات البنيان المرصوص التابعة لحكومة الوفاق الوطنية الليبية تستعد لإعلان تحرير مدينة سيرت من عناصر تنظيم داعش داعش تحت الحصار في منبج وقطع طرق إمداد التنظيم مع تركيا للمرة الأولى منذ عام 2012 المساعدات تدخل دارية تحت قصف طائرات نظام الأسد من القدس العربي نقرأ مفتي العراق يتهم الحكومة والميليشيات الشيعية بممارسة الإرهاب بحق السنة وأتباع الصدر يتظاهرون قرب المنطقة الخضراء بنجيمون يدين قصف دارية بالبراميل المتفجرة والخارجية الفرنسية تندد بازدواجية النظام السوري بعد توقف دام أسبوعين انعقادوا جلسة مباشرة بين الأطراف اليمنية في الكويت برعاية المبعوث الأممية إلى السياسة الكويتية ومن أبرز عنوينها نطالع مائة ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى متظاهرون غاضبون يهاجمون مقر الأحزاب الموارية لإيران في جنوب العراق حملة حزب الله على حاكم مصرف لبنان تثير مخاوف على القطاع المالي لا تزال القضية الفلسطينية وقضية العرب الأولى تروح مكانها منذ عقود طويلة دون حل واضح لها يلوح في الأفق وتحت عنوان أبعاد عملية تل أبيب كتبت صحيفة الخليج الإماراتية في افتتاحيتها نحن أمام صراع مفتوح بين محتل يسعى لتحويل الأساطير إلى أمر واقع عن أرض المعاد وشعب الله المختار وبين شعب يتمسك بحقه في أرضه ويمارس في سبيل ذلك كل أشكال المقاومة يقدم أروع نماذج الصمود في معرقة غير متكافئة ما حدث في قلب تل أبيب ما هو إلى رسالة تحمل مضمونة تحدي وتؤكد عجز الكيان السهوني وأجهزاته الأمنية على مواجهة إصرار الشعب الفلسطيني على استرجاع حقوقه مهما طال الزمن وبلغت التحصينات صحيفة المستقبل اللبنانية بدورها رصدت أزمة العديد من الدول العربية في الوقت الراهن وحذرت من الدور الإيراني في إشعال فتيل الصراعات والفتن بالمنطقة وقالت ما يحدث في سوريا أكثر من غيرها يدل بأوضح صورة ممكنة على أن إيران وتابعها بشار الأسد دمر هذه الدولة العربية بطريقة لم ولن تخدم إلا إسرائيل ما يحدث في العراق أيضا يدل على أن تهران تتابع سياق تدمير قدرات دولة مركزية أخرى لخدمة إسرائيل أيضا وما يجري من زرع بذور الفتن ومحاولة ضرب الاستقرار السياسي والاجتماعي في أكثر من دولة عربية يدل على أن إيران ترى مصالحها في تفتيت وتمزيق الشعوب العربية من اليمن إلى العراق ومن سوريا ولبنان إلى البحرين نتحول إلى الصحف العالمية ونطالع من صحيفة USA Today الأمريكية بارك أوباما يوافق على توسيع دور القوات الأمريكية في أفغانستان لمكافحة طالبان كبر الشخصيات العالمية والمشاهير وألف المعجبين في جنازة الملاكم الأسطورة محمد علي كلي جنازة كلي تعتبر أكبر جنازة إسلامية تم تغطيتها في الولايات المتحدة الأمريكية ونرصد من صحيفة البايس الإسبانية في خطوة لاحتواء الأزمة الاقتصادية البرلمان الألماني وفق على سداد 7 مليار ونصف مليون يورو من القروض الأوروبية المستحقة على اليونان تصاعد أزمة الهجرة إنقاذ نحو 3000 لاجئ قبل تسواحل إيطاليا والعثور على جثتين أما عنوين Financial Times البريطانية فجاءت كالتالي عقب الهجمات المسلحة التي أسفرت عن مقتل العشرات فرنسا تعيش في حالة تأهب قصوى لاستقبال أكثر من مليونين من المشجعين لحضور مباريات كأس الأمم الأوروبية 2016 الحكومة تنشر مئة ألف شرطي لتأمين الجمهور وتمنع عرض المباريات على شاشات عملاقة في الشوارع ونقرأ من لموند الفرنسية حكومة الوفاق الليبية تخوض معارك عنيفة مع تنظيم داعش في سيرت وتحقق مزيدا من التقدم مقتل العديد من الجنود الإثيوبيين في هجوم حركة الشباب الإرهابية على قاعدة لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومان ونتحول لمقالة رأي العالمية وصحيفة الجارديان البريطانية التي رصدت الأزمة السورية وأكدت أن عدم اكتراث القارة الأوروبية بالمأساة السورية سينقلب عليها لأن مصير أوروبا مرتبط بالدول العربية وأضوفت القارة الأوروبية قلق من نتيجة الاستفتاع على الاتحاد الأوروبي في بريطانيا في بريطانيا بينما تواصل عدم اكتراثها بالأزمة التي تحمل أكبر ضرر لأوروبا وهي الحرب في سوريا إهمال سوريا سينقلب على أوروبا والأجيال العربية والمسلمة سوف تسأل الأوروبيين لماذا لم يساعد أمة يبيدها جيش الدكتاتور وحلفائه قلق دول الأوروبية من الإرهاب واللاجئين جعلها لا تفكر في جذور الإرهاب والتي ليست في الرقة عاصمة داعش وإنما في قصر الرئاسة في دمشق صحيفة واشنطن بوست الأمريكية رصدت في مقال لها توسيع الولايات المتحدة لدورها في حرب أفغانستان واتخذ إجراءة جديدة ضد حركة طالبان وكتبت في خطوة تشير إلى عودة القوة العسكرية على نطاق أوسع ضد حركة طالبان وتوغل الولايات المتحدة مجددا وعلى نحو أعمق في الحرب الدائرة في البلاد منح بارك أوباما القوات الأمريكية في أفغانستان سلطات جديدة لمساعدة القوات الأفغانية ويبدو أن قرار أوباما باتخاذ تدبير جديدة هو نعكاس لتدهور الوضع الأمني في أفغانستان فمع تنامي تمرد طالبان بالإضافة إلى خلايا مقاتلي تنظيم القاعدة وداعش أصبح العالم في خطر حقيقي بهذا ناصل وإياكم إلى ختام جولتنا الصحفية شكرا للمتابعة وإلى لقاء ترجمة نانسي قنقر